نهاردة الزمالك فاز على إلكت 2-0 التشادي فريق ضعيف جداً بصراحة وبصراحة الشديدة الزمالك في دول 4-2 كان أموره مضمونة يعني هيصعد هيصعد يعني مفيش أحمد مصطفى زيزو سجل الهدف الأول لنادي الزمالك في ديئة 71 ومحمود حمدي الوينش سجل الهدف الثاني في ديئة 79 وفوز كان مضمول لنادي الزمالك فوز سهل فرقة سيئة جداً فرقة بكلم على إلكت فرقة في المتناول بالنسبة لنادي الزمالك فستفهم برضو أنه الزمالك نازل وضامن الفوز ما كانش آه في استهتار بس برضو ما كانش فيه حافز أو دافع كبير فانا كده كده هكسب والمنافس سهل فكان الأمور مفهومة النهاردة فريرة في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على إلكت قال أنه أو نفى أنه تعرض لإغماء في المباراة كان فيه ناس قاله أنه هو تعرض للإغماء وأنه سقط وقال أنه بصحة جيدة وأنه مكمل مع الفريق وأنه أنا عندي حماس وأحارم معنادي الزمالك وعمري ما استسلم وقال أنه لما وقع كان فيه مشكلة بس في السجادة اللي كانت موجودة على التراك اتزحلق فيها وقع أنه كانش فيه دوقة ولا الكلام ده كله ربنا يديك الصحة يعني ربنا يديك الصحة مبسوطين والله بوجود فريرة في الدولة المصري الأسماء الكبيرة دي نبقى في الدولة المصري نبقى فرحانين بيها ومبسوطين بيها ولو حد حتى قال أنه أنت ضغطة ولا حاجة فما ممكن يكون من القلق ما ظنش أنه فيه إشعاعات ممكن تروح في السكة دي بس يعني ألا يعني مش أكتر راجل ويا فالناس تصورت أنه ممكن يكون لأزمة صحية فده عادي يعني يعني ممكن هتزحلق دلوقتي هنا وقع فيقول لك آه ده كريم أجمع ليه فعادي بتحصل يعني بس محدش بيبقى قصده أنه سيئة هو راجل محترم وزي ما قلت لكم إحنا محظوظين في مصر دائما أنه يبقى عندنا مدربين كل فترة يعدوا علينا زي فريرة يعد علينا كالوس كروش يعد علينا منو الجوزيه يعد علينا فينجادا لما كان موجود مع النهدة الزمان يعد علينا اسماء محترمة كده كرول طبعا في القرى المصểnية بس بتذكر عشرة بصرة وأنا بتكلم معاكم بس فيها اسماء كبيرة عدت علينا في القرى المصعي نستفيد منها ونفرح بوجودها عشان هي بتعلي من قيمة القرى في مصر من قيمة المواهب الموجودة في القرى في مصر